وقد عرض تلفزيون السوري صورا من داخل مطار الشعرات قرب حمسة بعد تعرضه لغارات أمريكية حيث يظهر الفيديو وقوع أضرار بلغة جراء الضربات الأمريكية يذكر أن هذا المطار هو الذي استخدم لإقلاع الطائرات التي قصفت خان شيخون في إدلب بالكيماوية حيث خلف تلك المجزرة أكثر من مئة مدني معظمهم من الأطفال والنساء فيما جرح أربعمائة آخرون وينضم إلينا هنا في السوديو الخبير الأمني والاستراتيجية دكتور فهد لشليمي دكتور فهد الراحة فيك بدايتين دكتور ما هي صواريخ التومهوك وما حجم القدرة التدميرية لهذه الصواريخ بسم الله الرحمن الرحيم وأرحب فيك أخ علي في بيتكم في قناة الرأي صاروخ تومهوك هو من الصواريخ المجنحة التي تطلق ممكن من الطائرات أو تطلق من السفن أو تطلق من قواعد أرضية صاروخ تومهوك يعني بدأت التجارب عليه في 1980 تم أول استخدام له وكان تايب ون أو الجيل الأول في حرب تحرير الكويت لما أطلقت كانوا الناس في بغداد يشاهدون الصاروخ والصحفيين وحد صحفي نسيين أن طلع وهو يطير على لو لفل طوله بحدود خمسة ونص إلى ستة متار قدرته التدميرية الرأس ممكن فيه أربعمية وخمسين كيلو جرام متفجرات وفيه أنواع عديدة فيه أنواع حق السفن وفيه أنواع للأفراد ترمي قنابل سرعة 800 كيلو متر بالساعة يطير منخفض نظام التوجيه عنده في ثلاثة أنظمة توجيه في النظام الأول مطابقة التضاريس النظام الثاني يطابق يبرمجونه على الخارطة ونطاق الثالث الآن في الديجيتل اللي هو الساتيلايت بالتالي هو صاروخ يستخدم أيضا لضرب القواعد والأهداف الثابتة هو صاروخ يؤمن الحماية للطيارين لأنك أنت بدل ما تطلع طيار قيمته 36 مليون دولار ترمي صاروخ قيمته من 600 إلى 800 ألف دولار نفس النتيجة لكن الطيار اللي يكلف مليونين دولار تدريبة والطائر المعدة 36 مليون دولار تكون في السيف سايت نعم يعني دكتور هل تتوقع أن تلك الصواريخ التي أطلقتها يعني واشنطن أعطبت قدرة الأسد في استخدام الأسلحة الكيموية أم أن الرسالة السياسية أكثر من ما هي عسكرية وطبعا يعني هذه الرسالة سياسية مغلفة بصاروخ تمهوك وهذه الضربة محدودة حدت من 10 إلى 15% من قدرة القوات الجوية للنظام السوري أيضا هي رسائل متبادلة بين الأمريكيين وبين الروس أننا يعني لازم لا يوجد دعم لا محدود للأسد استخدام السلاح الكيموية أحرج الضمير الإنساني العالمي لما تشاهد الأولاد مقادر يتنفس ويختنق أمام الكاميرات هذا أحرج كل دعاءة القرب في حقوق الإنسان وفي الحقيقة المحافظة على الحياة البشرية وبالتالي استخدم الأمريكان أو الرئيس أيضا حب يوجه رسالة أنه ليس كما هو سلفه السابق أوباما وضع خطوط حمر ولم يقم بما عمل فيه هي رسالة سياسية أراد فيها الرئيس ترامب أن يقول أنا الرئيس الجديد أنا الساكن الجديد للبيت الأبيض وأنا سوف أتعامل بهذا الموضوع أو أسوف أوفي بوعود الانتخابية ولكن هذا إجراء سياسي محدود لأنه هو تركيزه على الدمستيك على الشأن الداخلي الأمريكي في تحزين الاقتصاد وإيجاد فرص العمل ولكن أمريكا الحقيقة أحد الدول الكبيرة دكتور بعد هذه الضربات ماذا عن العلاقة الروسية الأمريكية؟ هذا جدا من الخلافات لكن أعتقد أنه فيه شبه تفاهمات فيه شد وجد طبعا الضربة أحرجت الروس من ناحيتين أنها ضربت أصلا اللي كانوا في الأمم المتحدة المندوبين الدائمين كانوا يعلمون أن هناك ضربة كان هناك نقاش على موضوع تحقيق وقالت متحدثة الأمريكية أو مندوبة الأمريكية قالت ما رح يصير فيه تصويت بالتالي كل الناس فهم أن هناك ضربة قادمة حجم الضربة كان هو اللي هل هي ضربة كاملة أم ضربة جزئية كانت ضربة محددة وجزئية العلاقة أيضا مرات أنت تحتاج إلى إجراءات تحريك لكي تعمل حل حلة دبلوماسية إذن ماذا يعني تأيي دول الخليج لهذه الضربات أنا أعتقد أن الدول الخليج من زمان أول شيء عارض استخدام السلاح الكيماوي هذا مبدأ دولي وكل دول الخليج مشتركة في اتفاقية الحد من الأسلحة الكيماوية بيانات وزراء الخارجية وكل دول الخليج والدول العربية أن حتى إزالة أسلحة الدمار من الشرق الأوسط ويقصدون فيها طبعا الإسرائيليين والإيرانيين لاحقا هذا إجراءهم الآن تأييدهم أيضا في بياناتهم لهذه الضربة أنا أعتقد هو من دافع أول شيء أعدالة القضية السورية وأيضا وجود الضمير الإنساني الناس اللي تموت أمامك فعلى الأقل يجب أن يدفع أحد الثمن وهذا ثمن بخص الضربات هذه لكن نأمل أنها تؤدي إلى استتباب الأمور أو معاودة المفاوضات بشروط أقل وبتعنت أقل من الرئيس من بشار الأسد يعني بعد انسحاب روسيا من تفاهم التنسيق مع أمريكا بشأن الطيران هل يقود إلى حوادث محتملة في الأجواء السورية؟ أنا أعتقد أنسحاب الروسي تحصيل حاصل لأن الأهداف ما ضربت بالطائرات هي ضربت بالصواريخ ولكن الروس يريدون أن يحافظون على ما يوجههم يريدون أن يقدموا شيء فيقول لك أنا أوقف معظم الاتفاقيات الروس الموجودين صار لهم تقريبا أكثر من ستة أو سبعة شهور الدمار اللي عملوه لم يحل حلو القضية عملوا أستانة وأن استانتوا عملوا مباحثات مع العسكريين عملوا جنيف وأنه جنيفتوا وجنيفتوا بالتالي الطريقة الروسية لا تجدي أنا أعتقد المفاوضات والعقلانية السياسية هي المطلوبة نعم الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور فهد الإشلامي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بكم